موسيقى بعد أن دفنت في الرمال والجمر فطيرة اللحم شريكلي جاهزة لتناول الطعام تقنية الطهي المستخدمة هنا خاصة بالمطبخ التركماني وهذا هو الحال بالنسبة للعديد من الأطباق التقليدية في البلاد منذ فترة طويلة ابتكر الرعاة هذه الطريقة لاستغلال الظروف الجوية القاسية حيث درجات الحرارة المرتفعة والرياح الجافة بما أن التركمان رحل لم يتمكن من نقل المعدات لذا قاموا بطهي هذه الفطيرة مباشرة في رمال الصحراء البداوة ودرجات الحرارة التي قد تصل إلى 50 درجة مئوية في الصيف من العوامل التي أثرت في المطبخ التركماني التقليدي ومن هنا تأتي أهمية المكونات المقاومة لرحلة طويلة وجبات أساسها الخبز والدقيق وقليل من الفواكه والخضراوات بشكل عام أجددنا كانوا يشهون اللحوم ويخبزون دون استخدام الخميرة بطبيعة الحال اليوم يستخدم التركماني الأفران الحديثة لطهي أطباقهم الوطنية أما الطبخ التقليدي فيقتصر على المناسبات الخاصة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر